وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلال إخواني وأخواتي في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج طيب نأخذ هذه المجموعة تفضل إبراهيم السلام عليكم عليكم السلام إبراهيم أخفض التلوزيون الله يرضى عليك تفضل بعض المسؤولين يراقبون الموظفين إن شاء الله إن شاء الله مرحبا تفضل يمو محمد شاء الله عليكم عليكم السلام مرحبا محمد فضل أم عبد العزيز أم عبد العزيز السلام عليكم عليكم السلام شكرا يا شيخ مرحبا أختي لو تصبح بس عرف يا شيخ هي نعم إن هل حين هل حين بنتي توفى زوجة شهر الحج ونزل لهم شهر واحد تقاعده ولا الحج ما نزلوا شي ما أدري أدري ويقولون إنه ما لح شيء منه بس العياله فصحيح يا شيخ يعني بالشرع ولا ما لزوج يعني شيء ما لح شيء يقولون ما لجه شيء من تقاعده شالم عبد العزيز نعم اسم موظفة هي ترهي شيخ هي موظفة هي موظفة هي شالم عبد العزيز هي خاطرك شيء ثاني بعد السلامتك مرحب ومسهلة مرحب تفضلي علي السلام عليكم السلام ورحمة الله يا خيب حالك حياك الله علي الشيخ نجس هاتفة سؤالك يلا تفضل سؤال الأول ما معنى قوله تعالى الذين هم يراؤون ويمنعون المعنى سؤال ثاني بالنسبة للأحاديث هناك أحاديث يعني صحيح لكنها غير صريحة أريدك تبينني المعنى سؤال ثاني بالنسبة للبدعة يعني في بل التطوير التكنولوجيا وغيرها من ولساني العصر يعني تصنيفها بالبدعة إن شاء الله إن شاء الله أشكور بارك الله حياك الله يا علي تفضل يملو أي العراق السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله شون صحتك مرحب أختي الله سلامك شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة تفضل أختي السؤال الأول عندي ابني صار ثلاث نوبات يعني يطلق مرته ويرجعها بس من طلقها ثاني طلقة يعني بأثناء المشكلة رجعناها قد الشيخ فهذا قبل ثلاث يام أربعة صارت عدم مشكلة فهي استفزت قلت لطبل قرآن بين أنت ما تسوها إن شاء الله بس فاستفزت حال فطبلها القرآن قلها مدام خلت هنا طب قرآن أنا حطي لك فرمع عليها اليمين في ثلاث نوبات فهي استفزت يعني شون يعني تعتبر مطلقة شرعية أو يعني حالة عصبية تعتبر لأن هي أثناء يعني الجدال بينهم بينهم أولاد عدهم أولاد ثلاثة طيب يا ملعي السؤال الثاني وهي زوجت شوية من نوع يعني اللحوحويات لحب عن المشاكل ورايت الكرسي من نصر مشكلة ورايت الكرسي عندي دعاء أقول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض بحق هذه الآية الكرينة وفي من الأسماء العظيمة الجنفاهه وتخرس لسانه لا ينطق إلا بالخير فلان ابن فلان وأنفخه بوجه يبغي فهذا يعني هل من الشعوذة أم يعني دعاء ما بيشي يعني إن شاء الله سؤال الثالث سؤال الثالث أنا نوباتي عن عتاز مفروض في البيت فأستحي أقول للولد الطوني فهم ولدي يعني مخوليني يوم يعني شكري دين أخري يعني يعني تعذ علي نفسي فنورات من فلوسهم موجودة مثلا على الميز أو على هاي يعني أخذ لي كثي المبلغ من المفروض بس مات الطيني نفسي أقول لهم بين آن آخر يعني حلال علي حرام من فلوسهم ها؟ أي من وكلهم عايشين عندك في البيت لا ابن واحد عايش أدي والثاني الثاني لا خارج برزرس يعني ما لش أغلب أموال بس القاعد يمني شاء الله يملؤ أي تسمعين الجواب الله يسمى شكرا شيخ مرحب أختي مرحب فضلي يلينا عليكم السلام عندي ركحة ثانية هل نقول بس تشهد الأول ونقص ونقص تشهد أول والثاني السؤال الثاني عن قول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ولا وأنا عبدتك آخر السؤال عن ذكر الشيطان في القرآن هل يجد أن نتعود منه كيف عن ذكر الشيطان في القرآن هل يجد أن نتعود منه إن شاء الله يلينا شكرا الله خيرا مرحبا من فضل يا زهر السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله السؤال إذا زلزل إذا حدث زلزل فماذا يقول الإنسان الله يبعد عنه عنكم الزلازل ستطرب عدنا يا شيخ السؤال الثاني لدينا سجرة السدر تنبكي وحدها على حدود المزرعة هذه السجرة مباركة لم نخرجها نحن ولكن تنبكي وحدها إن شاء الله يا زهر شكرا لك يا شيخ الله يحظك يا شيخ نورتنا الله يحفظك بارك فيك فضل ناجي السلام عليكم عليكم السلام قال الأول ما حكم قتل الضباب بالمضرب بالكهربائش سؤال الثاني في التجاهد الأول في من يقول أشهد أن لا إله لله وأشهد أن محمد العبد ورسول ومن يقول أشهد أن لا إله لله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد ورسول هل في قصير صحيح أم لا شاء الله يناجي بارك الله وفيك وفيك بارك طيب أكتفي بهذا القدر هذه المجموعة عندي بالأمس الأخت أم عمر من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للخبيئة هذه تقول هل من الخبيئة إذا كان شخص يطلب آخر ستين ألف درهم مثلا وتنازل عن المبلغ يكون هذا من الخبيئة أم عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله خيرك وزادك الله وحرصا وكتب الله أجرك بالنسبة للخبيئة هو العمل الخاص أو العمل السر الذي لا يطلع عليه مخلوق وإنما بين العبد وبين ربه جل وعلا وتقدس هذه الخبيئة ولذلك الخبيئة لا يعرف عنه قريب ولا بعيد ولا جار ولا أحد في البيت هذا معنى الخبيئة هي عمل السر أنت بهذه الصورة التي ذكرتها تقول أن تنازلت هذا عمل فاضل وعمل طيب لكن هذا ليس خبيئة لأن هذا علم به أصحاب اللي أنت أقرأتيهم مثلا هم يعلمون الآن وممكن ينشرون هذا الخبر فالخبيئة هي عمل ما يطلع عليه مخلوق وإنما بينك وبين الله لكن هذا التنازل عن القرض وإبراء المعسرين و أيضا التيسير على هؤلاء اللي ما عندهم قدر على السداد هذا أجر عظيم و ثواب كبير عند الله سبحانه و تعالى إبراهيم من عمان يسأل يقول يريد نصيحة لبعض المسؤولين الذين يراقبون الموظفين أخو إبراهيم بارك الله فيك يعني الموظفون أولى بالنصيحة من المسؤولين و لذلك غرف هذا ليس عيبا و لا حراما أن يراقب المسؤول الموظف و لذلك الآن جميع الوزارات جميع المنشآت عندها أقسام اسمها الرقابة و التدقيق و عندها اقسام المتابعة هذه كلها لأجل مصلحة العمل و لذلك لو قيل للناس اشتغلوا هكذا طبيعة النفس البشرية ميالة إلى التفريط ميالة إلى الكسل ميالة إلى التساهل إلى العبث إلى الفوضى ما يضبطها إلا نظام ما يضبطها إلا نظام فإذا كنت يا إبراهيم تقصد بأن ننصح المسؤولين بأن يلغون قسم المتابعة و قسم الرقابة و قسم التدقيق و التحقيق هذا غير صحيح ما يمكن أبدا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحاسب عماله لما جاء ابن اللتبية رضي الله عنه قال هذا لكم و هذا أهدي إلي قال أفلا جلس في بيت أبيه و أمه فتأتي هديته و لذلك قال إن نولي العمل إن نولي الرجل العمل مما و لان الله فيأتي يقول هكذا و هكذا أفلا جلس في بيت أبيه و أمه فتأتي هديته عمر بن الخطاب كان يحاسب العمال لما جاء أبو هريرة من البحرين قال عطني يعني بالمعنى الحالي رصيدك عطني رصيدك عطني حسابك فصار يدقق معه و ناصفه المال ناصفه و قال هذي المسلمين و هذا كذا المحاسبة على العمل الإداري المحاسبة على الوقت هذا كله مما تدعو إليه الشريعة هذا شيء طيب لكن تقول لي والله هناك مسؤول يتجسس تجسس يخترق الخصوصية صحيح هذا ما يجوز حرام لا يجوز اختراق خصوصيات الناس يحرم على أي شخص كائنا من كان أنه يتجسس على خصوصيات الناس تسعى ما بينك و بين زوجتك من علاقة ما بينك و بين أسرتك من علاقة هذا محرم و لا يجوز أما في العمل هذا يجب عليه ليس قضية مباعية يجب عليه وجوبا أن يضبط عمله من ضمن الأمور التي تضبط العمل الرقابة على الموظفين في مسألة الدوام في بداية الدوام في نهاية الدوام في الأداء أداء العمل لا بد هنا قياس قضية الموظف ما هو إنتاج الموظف يعني هل يستوي الآن أنني أعطي موظف نفس أعطي الآخر هذا يشتغل عنده إنتاجية وهذا عنده تفريط و كسل هذا لا يجوز أبدا هذا ليس من العدل بل العدل أني أعطي هذا أكثر من هذا هذا يا أخي الفاضل إذا كان هذا قصدك هذا تسمع لي يجب أن نوصل الموظفين أن يتقوا الله إذا كان قصدك آخر و قضية الدخول في خصوصيات الناس هذا محرم ولا يجوز في جميع الشرائع والقوانين الشرائع السماوي والقوانين الأرضية لا يجوز الدخول في خصوصيات الناس أو التسلط عليهم مثلا بأمر ليس له علاقة في مسألة العمل أم محمد من أبوظبي تسأل تقول أحيانا أشعر بانقباض في قلبي تقول أصيح و كذا و أستغفر الله عز و جل في شيء آخر أسويه أم محمد بارك الله فيك أولا يعني ما ينبغي للإنسان أن يحمل الأشياء أكثر مما تحتمل مثلا لست الوحيدة يا أم محمد في هذا العالم اللي ينقبض قلبها أنا ينقبض قلبي أحيان ارتحتي أنا أنا ينقبض قلبي أحيان كل اللي يشاهدوني لو سألتيهم قالوا لك قلوبنا تنقبض فبعض الناس للأسف يحمل الأشياء ما لا تحتمث و يصاب بالأزمات و يسكن خوف و يبدأ عقد نفسية تبدأ تسكن في هذا الإنسان فطبيعي يا أخت الفاضة كل أمة محمد كل الناس ليس فقط أمة محمد كل البشرية يحصن انقباض القلب ينقبض قلبها يضيق صدرها يحزن أحيانا الإنسان أحيانا لا شيء و في عدو اسمه الشيطان أحيانا يحزن الإنسان الأمر الثاني الإنسان الذي تمر به عليه هذه الفترة أستغفر الله لا إله إلا الله يتصدق يقرأ قرآن يحرص على والديه يبر والديه يصل أرحامه يقوم حتى لو قام و سوى عمل دنيوي اشتغل في شيء نافع يذهب الله عز وجل لأن هذه الأشياء أزمات تمر بالناس مؤقتة و تنتهي فلا تحملين الأشياء ما لا تحتمل أنت جاكي انقباض في القلب أكيد إما مثلا كثافة عمل إما كثرة الأولاد و طلباتهم و إزعاجهم إما وجود موقف معين إما كذا فأنت لا تستسلمين لمثل هذا اشتغلي في عمل الدين أو في عمل الدنيا يذهب الله عز وجل عنك ما تحاذرين أم عبد العزيزة من السعودية تقول بنتي توفي زوجها و نزل لهم شهر تقاعد شهر محرم تقول با واحد لكن ذا الحجة تقول ما نزل و قالوا بأن هذا للأولاد دون البنت يقول لي أنها موظفة أم عبد العزيزة الله يرضى عليك يبارك فيك أولا بالنسبة للراتب التقاعدي اللي يصرفونه للمتقاعد أو للميت مثلا إذا مات و يصرف لها الراتب بعده هذا مو بترك الله يرضى عليك أم عبد العزيز لازم تفهمه بنتك هذا الشي بعض الناس يدخل بمشاكل و يبدأ يدخل فيه نزاع و صراع و ما لحق ما لحق هذا الراتب التقاعد ليس تركه و لا يدخل في الإرث هذا يرجع لنظام الدولة فقسم مثلا هيئة المعاشات و التقاعد عندها نظام يقولون مثلا الشخص إذا مات و يمشي راتبه يشوفون إذا زوجته موظفة ما تعطى إذا زوجته مهم موظفة تعطى بناتها اللي متزوجات ما يعطون اللي مهم متزوجات يعطون عيالها البالغين ما يعطون أو الموظفين مثلا و هكذا حتى إذا اكتملت يسحبون الراتب و لا يمشي لهم فأنت خبر بنتك و قل لي لها يعني لا تعزم الوضع هذا شي طبيعي و بعدين مدام الحمد لله راتب العيالة هي و عيالها واحد العيالة ما يخالفونها إن شاء الله و مثل ما قال النبي عليه الصلاة السلام أنت و مالك لأبيك علي من عمان يسأل عن قول الله تعالى الذين هم يراؤون و يمنعون المعون أخوي الفاضل هذه الآية جاءت في آخر السورة العظيمة التي سورة المعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم و لا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون و يمنعون المعون و المعنى بأن هذا الصنف من الناس الذين مقتهم الله عز وجل و ذكرهم في هذا السياق الذي يشير إلى أنهم من أهل النار من جملة صفاتهم أنهم يراؤون و معنى ذلك أنهم يعملون العمل الأخروي لا لله و إنما لأجل الناس هذا المرائي و لذلك المرائي يعمل عمل ديني شرعي لكن يريد به الدنيا يريد به الدنيا ما يريد بها الله يعني مثلا يتصدق حتى يقال والله هذا المتصدق يظهر هذا للناس هو قصد طبعا نية ما يعرف عنه الله عز وجل فيظهر الصدقة حتى يقال والله هذا المتصدق العظيم الكبير المحسن مثلا أو يصلي قدام الناس حتى يقول والله مثل المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلون كل الصلوات إلا صلاتنا العشة والفجر لأن ما كان فيه ليتات ولا أنوار و ما كان فيه يعني كهرباء فيقول ليش نصلي العشة والفجر ما أحد يشوفنا و لذلك قال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم و إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يراؤون الناس و لا يذكرون الله إلا قليل قال النبي عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشة و صلاة الفجر و لو يعلمون ما فيه ما لأتوهما و لو حبوا و لذلك بعض الناس يرائي بعمله ما يريد الله يقول حتى يثنى عليه و حتى مثلا يشعر ب عنده نقص فيشعر بأن مدح الناس له ثناء الناس عليه هذا يعني يشبع اللي عنده طبعا بعض الناس مؤمن و يعمل العمل الصالح فيثني عليه الناس هو لا يريد هذا الشيء هذه عاجل بشرى المؤمن و لذلك جاء أحد الصحابة قد انزعج قال يا رسول الله أن الرجل يعمل عمل و يسمع ثناء الناس قال تلك عاجل بشرى المؤمن فيشوف الفرق سبحان الله النية كيف فرقت بين هذا و هذا هذا نيته لله فأظهر الله العمل فأثنى عليه الناس و يقول أنا ما يهمني ولا يعني يقدموا لي أخر شيء عندي بالنسبة لثناء الناس و ذاك لا عمل عمل هو ظاهره أنه يريد الله لكن الله عز وجل أبطل عمله بسبب فساد النية نسأل الله العافية و السلام الذين هم يراؤونه و يمنعون الماعون الماعون قال بالمسعود الفأس و القدر و الإبرة و الخير هذا يطلق عليه الماعون يعني إذا كان عند الإنسان زيادة و طلبها الآخرون قالوا له عطنا عارية عطنا القدر عطنا الفأس عطنا الماعون عطنا الصحن عطنا الشيء اللي يستفيدون يرجعون فيه يمنع معنى زائد عنده بإمكانه أنه يعيره لهم و يرجعون هذا بلغ من الشح عنده و العياذ بالله هذا المبلغ هذا الذين مقتهم الله عز وجل علي يقول يعني هناك أحاديث صحيحة لكنها غير صريحة يقول ما المعنى يا علي بارك الله أنا أجبت على هذا السؤال أذكر في ما سبق أظن أحد الإخوة من الجزائر فبينت له بأن أحياناً يكون الحديث صحيح فيكون متروك الظاهر يعني ليس عليه العمل إما يكون منسوخ أو إلا مثلاً جاء عام فخصصه حديث آخر أو يكون الحديث صحيح لكن غير صريح في الدلالة يعني مثلاً ضربت مثال أنا فيما أذكر النبي صلى الله عليه وسلم سافر أربعة أيام و قصر هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن أربعة أيام يقصر فيها أم أنه ما دام أنه مسافر يقصر و لذلك القول اللي الراجح أن الإنسان ما دام أنه مسافر و لم يعزم إقامة يقصر لما يأتي إلى هذا الحديث يقول هذا الحديث صحيح من حيث الإسناد هذا في البخاري هذا في مسلم مثلاً لكن غير صريح في الدلالة يعني ما يدل على هذا المعنى بدليل أننا بسلام سافر ثمانطع عشر يوم في مكة في غزوة الفتح يقصر الصلاة تسعطع عشر يوم في تبوك يقصر الصلاة لاحظ هذا المعنى فأحياناً قد يكون المعنى الحديث صحيح لكن غير صريح في الدلالة و أحياناً الحديث يكون ضعيف لكن صحيح المعنى الحديث صحيح عفواً ضعيف ضعيف من جهة الإسناد لكن معناه صحيح ولذلك تجد مثلا كثير من الإمك الإمام أحمد وغيره يفتي بالحديث مثلا في قوله يقوله كيف تقول بهذا الحديث الضعيف قال العمل عليه يعني هذا المعنى دلت عليه مجموعة نصوص في القرآن والسنة والآثار عن الصحابة علي يسأل يقول بالنسبة للتكنولوجيا والتطور هل هذا يعد بدعة وبدعة يعني ما حكمها أخي الفاضل أولا البدعة في اللغة هي العمل أو الشيء الذي ليس له مثال سابق ليس على مثال سابق والبدعة عندنا نوعين دنيوية و دينية البدعة الدنيوية جائزة الشريعة شريعة الإسلام تدعو إلى المسلم إلى أن يأخذ بزمامة مبادرة في كل ما فيه رقي وتقدم و نفع البشرية تدعو الشريعة إلى ذلك و لذلك شوف التطور كيف حصل يعني في عهد النبي سلم كان هناك جملة من الأشياء اللي دعا النبي سلم فيها الناس إلى العمل و لذلك الحرفة و الصناعة و المهنة موجودة و الرسول كان يشجع الناس في عهد أبي بكر استمر الأمر في عهد عمر تطورت الأمور أصبح هناك أشياء أكثر و لما توسعت توسع المسلمون و انتشروا في العافاق في عهد عثمان أساطيل بحرية عظيمة جدا في عهد الخلفاء الراشدي في عهد معاوية أربعمائة أسطول تقنات عفوا يعني أشياء جديدة و لذلك ما عندنا أحد ما نعرف أحد من أهل العلم يقول مثلا التطور التقني و الصناعي هذا محر أبدا أبدا بل العلماء يحثون على الإبداع و على أخذ زمام المبادرة في كل شيء يعني ينبغي للمسلمين أن يكون أولى و متقدمين في هذا الجانب و لذلك هذا جانب مهم جدا و قد أحيانا يتأكد شرعا لذلك مثلا الفقهة لما يعرفون فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين قالوا هناك صناعات و مهن و حرف يحتاجها مجموع الأمة فلو تخلت الأمة عنها كلها أذمت ذكروا الطب مثلا قالوا الطب يحتاج إليه المسلمون و لذلك يلزم حتى ولي الأمر أن ينشئ كليات ينشئ جامعات يلزم طلاب أحيانا بدخول الطب حتى ينفع الله بهم العباد و البلاد كذلك في جوانب مهمة الآن تطور عظيم تمر فيه الأمة الفضاء و غيرها هذا كل شيء فيه رقي للأمة و شيء مما تحث عليه الشريعة جانب الدين لا ما يجوز الزيادة في الدين و لو بشيء يسير لماذا لأن الأصل في العبادات التوقف و البطران و المنع و الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينه فأي إنسان يزيد في الدين شيء كأنه يعني يعترض على هذه الآية الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم كأن لسان حالي يقول لا باقي شيء هذا المعنى بالنسبة لأهل البدع و لذلك أهل البدع من شرار الخلق لماذا لأن لسان حالهم كانوا يتهمون رسول الله بأنه ما أدى الأمانة ما أدى الأمانة الرسول الله سلم مات و الله أكمل به الدين و لذلك يجب التزام الكتاب و السنة و ما عليه الصحابة رضي الله عنهم أمله أي من العراق تقول عندها ابنها طلق زوجتها ثلاث مرات يقول يراجعها و تستفز أحيانا و شيء ذكرت قصة النجاة جابت القرآن و حلف عليها بالثلاث و يطلقها و شيء من هذا القبيل أمله أي بارك الله فيك أنا لا أفتي في مسألة الطلاق بالثلاث ما أفتي أخت الفاضلة و الطلاق بالثلاث مسألة غاية في الخطورة و يجب عليه أن يراجع المحكم عندكم أو يراجع دار الفتوى و لا بد أن يعلم بأن مسألة يعني بقاء مع زوجته إما أن يبقى معها و يعاشرها بالحلال و إما أن يعاشرها بالحرام نسأل الله العافية و السلامة و لذلك الطلاق ما يلعب فيه الطلاق ليس محلا للعب و ليس محلا لإثبات الرجولة و ليس محلا لأن يعني يثبت الإنسان صدقه أو كذبه هذا لا يجوز و لذلك قال جل و علا و لا تتخذ آيات الله هزوا و النبي عليه الصلاة و السلام طلق رجل زوجته بالثلاث غضب قال أيلعب بكتاب الله و أنا بين أظهركم قام صحابي قال دعني أضرب عنقة لما رأى شدة غضب النبي عليه الصلاة و السلام عظم هذا الأمر و لذلك اخت الفاضلة ابنك هذا ضروري أن يراجع المحكمة يراجع الشيخ أو الدار الفتوى اللي راجعهم و لابد أن يكون صريح معه قضية أن يخب شيء أو يخفي شيء هذا ما ينفع عند الله عز وجل فالسر عند الله علانية و لذلك حتى زوجته هذه التي تستفز للأسف الشديد و الآن سعت في تدمير بيتها و كسر أسرتها و هذا موجود للأسف كثير من الزوجات للأسف الشديد و الله مؤلم تدفع زوجها الدفع إلى قضية الطلاق ثم تندم بعد ذلك هي التي تدفعه و هي التي تورطه في قضية الطلاق ثم تقول لا روح اسأل العلماء و اسأل كذا و هي السبب و هي لتتحمل وزر هذا الأمر فيقتل فاضلة سامحيني أنا ما أقدر هذه مسألة حساسة مسألة خطيرة مسألة حلال و حرام و أي شخص يفتي فيها هذا ما يخاف الله بمثل هذه الطريقة يذهب إلى المفتي أو إلى القاضي و يشرح القضية من جديد و يجيب جميع الحالات الطلاق اللي مرت عليه فإما أن يقول المفتي والله هذه وحدة ما حسبناها لك و وحدة كذا و يشرح لحالات الغضاب يشرح بكل صدق لا يخفي شيء و إما يقول لله خلاص انتهى الأمر بينك و بينك و يجب على الشخص أن يبالغ في قضية الوصف حتى فعلا لما يجي عاشر زوجته يعلم بأنه في الحلال فهناك مفتي أفتاه أما قضية يخفي و يلعب هذا يجعل يعيش حياة تعيسة و لن يوفق ما يوفق و بعدين الحمد لله مدام إذا حكم القاضي أو أفتى المفتي بأنه خلاص الحمد لله كل كما قال جل وعلا فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان و كل أيضا يؤسر الله عز وجل له درب و طريق أملو أي تقول أنا أقرأ آية الكرسي و بعدين يعني أقول يا حي قيوم إلى آخر وتنفذ في وجه ولدها وتسميه شيء من هذا القبيل تقول هل هذا يعني جائز هل هذا من الشعوذة أختي الفاضلة بارك الله فيك ما في حاجة أنك تلجئين لمثل هذه الأشياء التي تستحسنينها ما في حاجة إلى مثل هذا ابنك هذا يجب عليه هو الذي يلجأ إلى الله و يكثر من الدعاء و يبتهل إلى الله عز وجل أن يهديه سواء السبيل و أن يدل على طريق الرشد و أن يلين قلبه و أن يذهب عنه الغضب و أن يجمعه مع زوجته على خير أنت عليك الدعاء يا أختي الفاضل أما أنك تنشئين حاجة تستحسنين آية الكرسي و بعدين تنفثين هذا غير صحيح النفذ هذا للمريض و شيء من هذا القبيل أما أنت إدعي له يا رب أهدي ابني يا رب أشرح صدره يا رب لين قلبه يا رب بد عنه الشر بد عنه الشيطان الله مجمع بينهم على خير يا رب كذا بسجودك بكذا بطريقتك العادية ما تحتاجين إلى تكلف و إلى شيء و ابتعدي عن هذا الشيء اللي ذكرتيه قبل قليل يا أختي أم لؤي أم لؤي تقول يعني أحيانا أنا أستحي أطرب من أولادي و أخجل ما يتعلق بمصروف البيت تقول أخذ منهم أحيانا من دون إذنين مع أنهم أذنوا لي و قالوا خذي يا أمي خذي يا أمنا من يعني الفلوس على أي شيء ما عليك شيء أختي الفاضلة و أولادك و ما يملكون ملك لك تتصرفين ما دام الحمد لله في مصرعة البيت و في مصرحتك أنت و مصرعة الأسرة ما عليك شيء ألا الحمد و أبدا يعني ثقي ثقة تامة بأن هذا شيء طيب و حلال لتصنعين و تفعلينه لينة من دبي تسأل تقول بالنسبة للركعة الثانية في التشهد تقول أكمل التشهد أم أقتصر على التشهد الأول اقتصر على التشهد الأول يا لينة بارك الله فيك و إذا حبيت تأتيهم بالتشهد الثاني ما في بأس يعني تكملين لأن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة و السلام لكن الأصل أن التشهد الأول تقفين على التشهد الأول لينة تقول في دعاء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني و أنا عبدك تقول كوني إمرأة تقول أنا عبدك أو عبدتك أخت الفاضلة بارك الله فيك طبعا ما تقول عبدتك و إنما أمتك ما تقول أني عبد لكن عموما من أهل العم من قال يلتزم بلفظة الحديث اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني و أنا عبدك و أنا على عهدك و عدك ما استطعت الحديث و أنا عبدك لأن العبودية هنا تطلق تطلق على جنس البشر فالعبودية عندنا نوعان عبودية الطرار عبودية اختيار فجميع ما خلق الله عبيد له إن كل من في السماوات و الأرض إلا آت الرحمن عبد عبد يشمل الذكر و الأنثى و السماوات و كل شيء و لذلك تلتزمين بعض العلماء يقولون لا بأس بأن يقول و أمتك لوروده عن الصحابة اللهم أن تربي لا إله لخلقتني و أنا المرأة تقول و أنا أمتك و أنا أمتك لكن التزام من لفظة الأول هو الثابت عن النبي صلى الله عليه و أليه و سلم لنا تقول إذا كنت أقرأ القرآن و مرأت مثلا جاءت آية بذكر الشيطان يعني ممكن أتعود ممكن لكن ما ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا إذا مر بآية تسبيح إذا مر بآية تنزيح سبح مثلا سبحان سبحان الذي بيده مثلا أو سبح لله يقول سبحان الله ينزه الله عز و جل و إذا مر بآية رحمة سعل الله عز و جل و إذا مر بآية عذاب تعوذ و لذلك أنا قلت لك في أول جواب لو مرت و قلت أعود بالله من الشيطان ما في بأس لكن لا تجعلين عادة لأن الله سلم كان يستعيد بالله تعالى من عذابه حينما يرد في القرآن لكن لو حصل أصلا أنت لما يأتي الشيطان في الغالب ذكره يأتي بسياق اللعن و الطرد و الاستعاذة أيضا فأنت تقرأين هذا في القرآن زهرة من الجزائر تسأل تقول إذا حصل زلازل تقول ماذا نفعل ماذا نقول يا زهرة نسأل الله تعالى أن يدفع عنا و عنكم عن جميع المسلمين الزلازل و المحن و الفتن و سوء الفتن ما ظهر منها و بطن الزلازل لا شك بأن آية من آية الله عز و جل و لذلك بعض العلماء يرى بأن بعض العلماء و هذا موجود مذهب من المذاهب الفقهية أنه إذا حصل زلزال صلى الناس صلاة الكسوف هكذا يقولون إذا حصلت رجفة أو هزة أرضية أو زلزال مثلا قال يصلون صلاة الكسوف أما الدعاء فالنبي عليه الصلاة و السلام كان يستعيد بالله تعالى كثيرا حينما تأتي الريح للقاصف أو العاصفة أو شيء و الزلازل الشديدة فلو مثلا قرأ الإنسان قل أعوذ رب الفلاق و قل أعوذ رب الناس يظهر لي بأنه لا مانع من ذلك زهرة تقول عندنا شجرة السدر نبتت على حدود المزرعة من دون ما نزرعها تقول هل هي شجرة مباركة أخت الفاضلة ما ثبت عندنا في السنة التنصيص على شجرة السدر أنها شجرة مباركة يعني التنصيص ما أحفظ في حدود الطلاعي و كونها تنبت بهذه الطريقة يعني يدل على هذا موجود الشجرة السدر ينبت أحيانا لوحده من دون زراعة لكن نص الفقهة و هذا مروي عن بعض السلف بأن ورق السدر نافع بالنسبة للمسحور بإذن الله يأخذ سبع ورقات يدقها بين حجرين أو يخلطها بالخلاط يضعها في ماء و يقتسل منها مرتين في اليوم أو أكثر ذكروا هذا و شجرة السدر فيها فوائد أيضا كثيرة كما ينص من له عناية بعلم النبات و الأشجار ناجي من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم قتل الذباب بآلة الكهرباء هذه أخي فاضل أولا يحرم الحرق بالنار بالنسبة للحيوانات و بالنسبة لما له روح أما الصعق بالكهرباء هذه الصيادة يسمونها الصيادات أو الصيادة للذباب و للحشرات الذي يظهر لي بأن هذا ليس حرقا بالنار و إنما صعق يميت الحشرة مباشرة و لا يجعلها تتعذب و لذلك الذي يظهر لي جواز استعمال هذا النوع من الأجهزة أو من الآلات التي هي فيها يعني طاقة كهربائية فيها صعق للحشرات تفضل يوم فرقد السلام عليكم شيخ عليكم السلام و رحمة الله كيف حالك مرحبا أهلا و سهلا الله يرضى عليك شيخ نعم أنا مظلمت من ناس كثري يعني أي اللي دخلتوا إياهم مشروع أو أخذوا يعني فلوس و ما نطعني يعني أرباح و اللي أداينهم و ما عطوني الدين و يعني كثير و اللي يعطيهم أرض ياخذوها و يبنون وشي يعني أنظلمت كثير من الغرب و من الأهل يعني نعم فاليوم أريد أسألك عن يعني آخر يعني ظلم مريت فيه من أقرب الناس إلي مه قبل فترة قبل سنة يمكن و كم شهر أنا اتصالت عليك وسألتك هل رهنة ذهب حلال أم حرام طبعا افتيت لي بأنه هو حلال يجوز مه فرهنة ذهب كان يعني زوجي شوية عنده يعني ديون فحبيت أسددها عنه فرحت إلى زوج أختي و اقترضت من عنده مبلغ من المال يعني اللي هو تقريبا أربعين ألف يعني فقال لي أريد ذهب يعني مقابل الدين نعم فقال لي مو مشكلة فعطيته ذهب ضعف المبلغ اللي أنا أخذته يعني للأمان لأنت أعرف الذهب كان شوية نازل فأنا مشتريت يعني بثمانين ألف واخذت من عنده ما يقارب لأربعين ألف فشنو كتب ورقة وشي ووقعناها وكانت أختي شاهدة يعني اللي هي زوجته أكبر مني فالورقة بقت عنده أنه نهاية السنة أسددها يعني شكت باقي السنة ثمان شهور فأنا بعد خمس شهور أملت جمعية ورحت وديت لعشرين ألف بعد خمس شهور يعني ما مستحق اللي اتفاقنا علي قبل الاتفاق من شهور وديت له عشرين ألف فقيت له اتفضل يا حاج هذه العشرين ألف وبقت أليه ثمممت عشر ألف وأصبر وأصبر أليه يعني كم شهر ما خلصت المدة يعني بعدنا بس أصبر أليه لما يعني إن شاء الله أوفرها حتى أجي أخذ ذهدي بعد كم شهر تبرت لهم يعني قسم من المبلغ يعني المهم بقى فأخذت نصف الذهب وبقى عنده نصف الذهب قال لي يخذي كله قلت له لا فالحق حق فخلي هذا نصف المبلغ عنده الذهب مقابل نصف المبلغ اللي أخذته طينية فخليت النص وأخذت النص وراء كم شهر فددت لي الرؤل يعني نصف المبلغ الثاني استعجلي أم فرقد لو سمحت لأن عندنا الآن الوقت يدركنا استعجلي بقى مبلغ بقى مبلغ فهسا أردت أسدده فعني قل لي أنا ما أرجع الذهب إلا أن أنا سبق وأن زوجي تأخذ مني دين فلازم تسددين دين زوجي فأنا قلت له ولا تزر وزرة وزر أخرى أنا مال في دين واحد وزوجي واحد صح لو مصح زوجي ومن في الصقوق أنت تروح تاخذ حقك بالصقوق فأريد تفتيني في هذا قبل لا أتخذ أي إجراء إن شاء الله إن شاء الله أبشريا فرقد أبشري بإذن الله مرحبا مرحبا فضلية مارية السلام عليكم يا شيف عليكم السلام السؤال أول ما هو السن المحدد الذي الشاب يحب يزوج أنا ابني يحب يزوج على 12 سنة كم 12 سنة أيوة طيب السؤال الثاني ما نحكم الرجل اللي يجبس حتم خطوبة من ذهب شكرا السؤال الثاني الله يحفظك إذا ما وجد الإمام هل يجوز أن يتقدم أي شخص ورأسه مكشوف لا طاقية ولا قطرة يصلي بهم إن شاء الله ويحفظكم الله مرحبا أبو صالح طيب طيب نكتفي بهذا القدر أرجع إلى الأسئلة عندي الأخ ناجي بارك الله فيه من ليبيا يقول بالنسبة لأسمع بعض الناس في التشهد يقول بعضهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله ووحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول بعضهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يقول يعني ما الحكم في ذلك أخي ناجي بارك الله كل ما ذكرت وارد وثابت عنه وسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والصيغة الأخرى أشهد أن لا إله إلا الله هو وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا الذي عنده مسلم وهي أفضل صيغة أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده و رسوله و انفرقد من الشارقة طبعا استمعنا إلى قصتها الطويلة يعني ما تتعرض له من ظلم تقول من كثير من الناس تقول آخر ظلم ذكرته يعني ما يتعلق بقضية رهن الذهب و كيف أن الرجل قال ما أعطيك حتى يسددني زوجك المبلغ انفرقد أولا الحمد لله الذي جعلك مظلوم و ما جعلك ظالم احمد الله عز وجل كثير من الناس انفرقد أحيانا يكون أمام خيار يكون ظالم و العياذ بالله مثل هذا الرجل الآن أصبح ظالم هو الآن أحسن و قرضكي و بعدين تحول من العمل الصالح إلى عمل ظالم أصبح ظالم الآن فأنت يقول الحمد لله تنظلمين كثيرا تقول الحمد لله راح حقي و راح تفلوسي و خدعوني و كذا الحمد لله هذه نعمة ما في شيء يروح صدقين يا أم فرقد ما في شيء يروح والله درهم لن يذهب كل شيء يأتي يوم القيام و يوم القيامة تفرحين بهذا لأن حسنات و ذهاب سيئات عنك ما في يوم القيامة دنانير و لا دراهم حسنات و سيئات فثقي ثقة تامة بأن مثل ما قال لنا سلم كن عبد الله المقتل و لا تكون عبد الله القاتل فليكون الإنسان يكون مضروم أفضل من يكون ظالم الأمر الثاني هذه الابتلاءات التي تعرض لها الإنسان هذا مما يعني هي من شأن أهل الإيمان و لذلك إذا أحب الله عبدًا أصاب منه إذا أحب الله عبدًا ابتله هذه من جنس الإبتلاءات التي يتعرض لها أهل الإيمان الأمر الآخر بالنسبة لهذا الرجل الآن حقيقة غير يعني وضعه هو كان محسن في البداية و متفضل لما أعطاكي و رهنت الآن و العياذ بالله أفسد عمله حينما الآن بدأ يضغط عليك ليجبر زوجك على أن يسدده أنت ما لك علاقة في ما يخص زوجك زوجك له ذن مالية مستقلة و أنت لك ذن مالية مستقلة و لا تزر وازرة و وزر أخرى فلذلك الرجل هذا قبل ما تتخذين أي قرار أو أي إجراء مثلا رسمي ذكري بالله خوفي بالله ارسلي له شخص قولي له هذا التصرف أولا لا يجوش شرعا و يحرم عليك و ليس هذا من جنس ما يسميه الفقهة يعني أسوة الغرمة و لا شيء هذا مال لك أنت و أنت متفضل حتى على زوجك و لذلك لا يعتبر هذا حق له حتى و الله يضغط على زوجك في هذا الأمر و قولي له يعني دخولك في هذا الأمر قد يسبب مشاكل أخرى ما لا علاقة بالقرض قطيعة الرحم تدخل أختي في مشكلة هي في غنى عنها تدخلني أنا في مشاكل و لذلك أرسل لي رجل ناضج عاقل حكيم يروح يزوره يقول يا فلان اتق الله المرأة هذه يعني مسكينة جاءت لتنقذ زوجها من قرض و إن شاء الله مع الوقت زوجها بيسددك و ممكن هي لي تسددك أيضا لكن إنك يلآن تضغط عليها يكونك المهر الآن عفوا الذهب سيطرت عليه و تحت يدك على أساس والله هي تضغط على زوجها هذا ظلم و لا يجوز فلا يذهب عمله و لا يذهب أجره فلذلك تلفاظ راسي لي ابعثي إلى أحد كلمي و يقول ما لا علاقة ما لا علاقة فإذا أصر على ذلك الحمد لله المحكمة تنصفك و تنصرك و تأخذ لك حقك من هذا الرجل لكن لا تلجئين إلى المحكمة إلا بعد إجراء إلا بعد استنفاذ الطرق الأخرى من الإصلاح الأخت مالية من الجزائر تقول ما هو السن المحدد الذي يمكن أن يتزوج فيه الشاب تقول عندي ولد عمره 17 سنة ممكن أزوجه ممكن يا أخت الفاضل الولد منذ ساعة البلوغ يزوج و خاصة في هذا الوقت و في هذا العصر و في هذا الزمان أنا أدعو حقيقة إلى المسارع بتزوج الأولاد و المسارع بتزوج البنات و ذلك للفتان و للمصائب اللي يتعرض لها جنس الشباب نسأل الله أن يحفظهم جميعا نسأل الله تعالى أن يحفظهم و أن يجنبهم الشيطان و شركه و شره و كيله و مكره و لذلك أخت الفاضل سارع بتزوجه الزواج المبكر نعمة من نعم الله عز وجل و الله عز وجل يسر له النبي عليه الصلاة و السلام يقول ثلاثة حق على الله عونهم و ذكر منهم الرجل يطلب النكاح يريد عثاف يتزوج حتى يعف نفسه هذا يعان بإذن الله سبحانه و تعالى مارية تسأل تقول ما حكم الرجل الذي يلبس خاتم الخطوبة من ذهب أخت الفاضلة النبي عليه الصلاة و السلام حرم الذهب على الرجال قال حمل حرير ذهب قال هذاني حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها و لما رأى في يد رجل خاتم من ذهب غضب قال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعه في يده فخلع الخاتم و ألقاه في التراب فلما ذهب النبي عليه الصلاة و السلام قالوا الناس ذا الرجل خذ خاتمك تمتع بي يعني بيعه قال لا والله لا أخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه في الأرض و لذلك أخت الفاضلة لا يجوز الرجل أن يلبس الخاتم من الذهب أما الفضة فالنب سلم يقول أما الفضة فالعبوا بها أبو صالح من أبو ظبي يعتذر منك وقت البرنامج انتهى غدا إن شاء الله في أول اللقاء أجيب على أسئلتك يا أبا صالح شكركم على المتابعة السلام عليكم و رحمة الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون